قال ديوانوال أميري القطري إن الرئيس الأوكراني شكر أمير البلاد على جهود الدوخة من أجل لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلتهم وفي وقت سابق وصل الرئيس الأوكراني فلودمر زيلنسكي اليوم إلى قطر لإجراء محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن خمد آل ثاني أقل زيلنسكي في منشور عبر منصة X أنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية ذات الاهتمام المشترك مثنيا على دور النشط والرائد لقطر في جهود السلام والأمن الدوليين